تعرضت سما إلى شيء فضيع وهي تشكو بسبب ذلك ما الذي يمكنها فعله؟ هذه سما تسكن سما مع والديها وأختها الصغرى وهي تسكن منذ سنة في هولندا إنها تحب الطهي تشعر سما بأنها ليست بحالة جيدة حدث شيء فضيع عندما كانت سما صغيرة إنها لا تريد الحديث عن ذلك تصبح سما غاضبة بسرعة أو خائفة بسرعة أحيانا وهي تنظر كثيرا إلى ما يفعله الأشخاص الآخرون إنها تفسع بسرعة من الأصوات تريد سما أن تكون بالقرب من أمها في المنزل ترى سما أحلاما فضيعة كثيرا غالبا ما تنام أم سما معها في الغرفة سما خائفة وهي تشكو من ذلك يشعر الجميع أحيانا بأنه خائف أو بأن وضعه غير جيد لكن سما تشكو من ذلك كثيرا أكثر من الأطفال الآخرين لا تريد سما البقاء في المنزل لوحدها يحصل الكثير لسما يجد والدها أنها تغضب بسرعة يقول المعلم في المدرسة أن سما لا تنتبه بشكل جيد ويقول الأطفال في صفها أن سما كثيرا ما تكون متوترة تفزع سما بسرعة من الأصوات مثلا صديقتها قلقة تريد صديقة سما مساعدتها تذهب سما وصديقتها إلى معلم تثق سما به يسغي المعلم جيدا يعتقد المعلم أن سما تحتاج إلى مساعدة كما يفكر مقدم الرعاية الخاص بالمدرسة كذلك يسمح للطفل دائما باستحاب شخص إلى الموعد شخص يثق الطفل به يمكن أن ينظم طبيب الأطفال والشباب وفريق الحي مساعدة للأطفال تذهب سما بمساعدة المدرسة إلى المعالجة النفسية تذهب سما لوحدها إلى المعالجة النفسية تساعد المعالجة النفسية الأطفال عن طريق التحدث معهم إذا لم ترد أو لم تستطع التحدث باللغة الهولندية يمكنك طلب مترجم شفهي يساعد المترجم عن طريق الترجمة تتعرف سما أولا على المعالجة النفسية ثم تجري المعالجة النفسية فحصا وهي تطرح أسئلة على سما وكذلك على المدرسة وذلك للنظر إلى ما يحدث لسماء ثم ستساعد المعالجة النفسية سما تعرضت سما إلى شيء فضيع لا تفضل سما التفكير في ذلك ولا الكلام عنه تخبر المعالجة النفسية أن سما تشكو من رأسها ويسمى ذلك بالصدمة لدى سما توتر بسبب ما تعرضت له تخبر المعالجة النفسية ما هي الصدمة تعرضت لشيء فضيع أو رأيت شيئا فضيعا يمكن أن يكون ذلك قد حصل للتو أو منذ زمن أبعد وذلك مثل حادث أو شجار لديك لذلك الكثير من التوتر في رأسك يمكن لكل من البنات والأولاد أن يشكون من ذلك ليس كل من يشكو من ذلك متشابها يرى بعض الأطفال أحلاما فضيعة ويكون أطفال آخرين صامتين جدا وهم لا ينظرون أحيانا إلى أي شيء لوقت ما أو يشعرون بالتوتر ويغضبون بسرعة ويفزع أطفال آخرون بسرعة لا يثق بعض الأطفال بأي شخص بعد ذلك وكثيرا ما يشعرون الأطفال بالذنب يمكن أن يتعرض الأطفال في جميع البلدان إلى أشياء فضيعة ويمكن حدوث ذلك في جميع الأماكن في المنزل أو في المدرسة أو أثناء الرياضة أو في الشارع هناك أشياء فضيعة مختلفة يمكن أن تحدث يحدث شيء فضيع لك أحيانا مثلا شخص يؤلمك أو حادث ترى أحيانا شيئا فضيعا يحدث للآخرين مثل أشخاص يتشاجرون يمكن أن تشكو من ذلك لفترة طويلة من الجيد أن تطلب المساعدة إذا لم تشعر أنك بحالة جيدة وذلك ليس بذنبك تحصل سما على مساعدة تساعد المعالجة النفسية سما هناك طرق مختلفة للمساعدة إحدى الطرق هي الحديث تتحدث المعالجة النفسية مع سما حول ما حدث وهي تتعلم ما يمكنها فعله لكي تشكو بشكل أقل من ذلك كما تساعد المعالجة النفسية والدي ومعلم سما تحس سما ببعض الصعوبة عند التحدث مع المعالج النفسي لكن يساعد ذلك وهكذا فهي تذهب كل أسبوع إلى المعالجة النفسية تشعر سما بأنها أفضل تسير أمور سما الآن بشكل أفضل بفضل المساعدة تشعر سما الآن بأنها أقل خوفا وهي لا تفزع بعد الآن بتلك السرعة ويمكنها الانتباه في الصف إنها تجرؤ كذلك على البقاء لوحدها في المنزل سما سعيدة لأن والديها يساعدانها أيضا ترجمة نانسي قنقر